السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك أحد في الحما يبيع الصنيب ويعيط بذلك الميكروفون ان شاء الله لا سمعته أنني أرى هذا الميكروفون هذا الفيلتر وهذا الشعر الذي يحسر المهم الموضوع اليوم ما هي الأدسة المناسبة لك خاصة إذا أنت مبتدئ خاصة إذا أنت مبتدئ خاصة إذا أنت مبتدئ خاطر لأنه ليس مبتدئ إذا أنت مبتدئ ويتلفت لك يجب أن تقوم بصقصية واحدة يتعرف خير منك عندما تقوم بصقصية يجب أن تكون تعرف على الأقل عفسة واحدة وشارك حايب إذا لم تقوم بصقصة حايب مشكل كبير لا تستطيع أن تقوم بها براهيم ما يجب أن نحب؟ المهم ربما كانت عدسة تقوم بها كل شيء فيما يخص الفوكال لانث يبدو 18 مليمات يحبسه في 200 مليمات لكن تجد الزجاجة ليس حادة وفتحت العدسة تقوم بصغيرة ليس كبيرة وكما نجاوبكم أفضل عدسة للمبتدئ هي الكيتلانس هذا الذي يأتي داخل العلبة عادة 18 مليمات و 16 مليمات في الصوني وتجد فيهم فتحتهم ليس كبيرة يعني تبدأ من 3.5 مليمات وتحبس في 5.6 مليمات ليس 1.8 مليمات المهم وهذه هي أفضل عدسة لمبتدئين لأن هذه العدسة هي التي ستفتح لك المجال وهي التي ستدوقك واذا ستدوقك؟ دوقك أولا في البعد البقاري دوقنا أعطيكم مثال تفهموني ملح تشريت الكاميرا في 18-55 مليمات وتصور ودائما عندما تصور تدرك إحصائية مع روحك تدرك دائما تزومي في 55 مليمات لا تستطيع أن تصورها في 18 مليمات واذا سيقول؟ أنت تحب تزومي ودائما عندما تدرك إحصائي واذا تدرك إحصائي واذا تدرك إحصائي برجلك وتزيد تزومي لكي تحكمها؟ تبدأ تقول آه بعيدة وكالخير قدرت أن تزومي كثيرا هنا يجب عليك عدسة لتزومي 55-250 مليمات هذه الرخيصات على كانون وكل مركاة لديها تزوم رخيص وغالي مثلا كاين 700 مليمات كاين حتى 600 مليمات يجب عليك أن تزومي ترى العدسة لتزومي لأنه ترشق لك تصور زواوش بعيدة لك وكل شيء هذا يجب عليك تفاق 85-50 مليمات مثل مثال أنت لاحظت تصور الفوكال لانت لا تزومي كثيرا ولا تزومي في 18 مليمات نديره في الوسط 35 مليمات لأنه عجباتك الزوية 35 مليمات الإطار هذا كيمة العين للإنسان عباك العين للإنسان لا تزومي كثيرا ولا تحكمه 360 دراجة فكيمة العين للإنسان بالإنسان ومثال حيث أن تزومي إما تزومها أولا كانت تتحب الفوكال لانت كيف توفير في الزوم دائما تزومي تزومي ثم تزومي زجاجة زجاجاتها مقية مقية زجاجاتها والشعر بحادة وفيها فتحة العدسة كبيرة على هذا الكيت لانس فيها حتى 1.4 يعني الخلفية تصور بنادم هكذا تصور بنادم هكذا تبان احترافيا نعطيكم مثال وعدة اخر إذا تصور بطبيعة المناطر الخلابة ولاحظت روحك بلي دائما تصور في البقاري 18 مليمات ودائما كي تعجبك لقطة هكذا دائما تلقى روحك ترجع للوراق برجلك وزيد زومي لا يمكنك تباني هذه الشجرة لا يمكنك تباني هذه البنادم هكذا لا يمكنك تباني هذه الجبل الى اليسر هنا عدسة التروايد واسعة في الزاوية على 18 مليماتر وماذا ترى هنا؟ 10-18 مليماتر عدسة فيها 10 مليماتر 12 مليماتر لأن 11-12 مليماتر مثلا تصور الطبيعة بطريقة أخرى إذا احبت تصور مثلا شجرة فقط ومراها جبل وهذا جبل يتقرب وتعزل الأشياء الأخرى في الإطار يعني لا يساعدك ورغم أنه الكثير من الصور الطبيعة واللندسكيب والمناظر الخلابة يقولك لازم لك العدسة بين كل هنا العكس لا تساعدك هذه العدسة بين كل فهمتوا كيف حتى في الطبيعة ليس غير عدسة أعطيك مثال وعد أخر انت يارك تصور غير في الليل تحب النجوم تحب تصور المجرة كمي الكيوي الكاميرا لك لا تجبتها في النهار هنا عدسة واسعة كثيرة لتحكم قعنجوم والمجرة لكن كان عدسة واسعين في الزاوية لكن فتحة تحوم ضيقة ليس واسعة لا تدخل وفي الليل يجب أن تدخل في العدسة هنا لديك عدسة ultra wide وفيها فتحة كبيرة فتحة كبيرة فتحة كبيرة كان حتى عدسة واسعة وفيها 1.4 في الفول لكنهم كبيرة فهمتو؟ لا تدخل في كل واحد ما يريد فتحة كبيرة تحب تصور كبيرة وكبيرة وتقرر بكثة الأشياء كما صغير هنا لديك مكرو لديك عدسة مكرو لا وإنكت أن تكون 1855 مليمات أقل فيها وإنكت أن تقرر تقرر بكثرة 1855 مليمات يجب أن تعرف لا تقرر بكثرة وإن كما تعرف لا تقرر بكثرة أبدأ أصور 1855 مليمات وهي اللي ستفتح لك المجن وبعد ذلك تكرهها 1855 مليمات تقرر بكثرة ثم تقرر بكثرة ويجب العدسة وكذلك لكي نكمل هذه الخوة كان عدسة التي تفتحة كبيرة ويزومة ستجدهم غاليين مثلا كما في الفول فريم كانت 24-70 مليمات F2.8 كانت في A7-3 كانت في 5D Mark IV كانت في RPS كما 1755 مليمات 17 مليمات وين يحمل وين يحمل وفيها 2.8 يوجد في RPS تقرر بكثرة وكل نوع من الكاميرات كما في الفيجي فيم كانت 1655 مليمات F2.8 كانت مثلا Sigma وعندهم 1835 مليمات و1.8 مفهد ويقام التطور كانت تزوم حتى 35 مليمات و18 لم يكن بناتهم بساسة تحصل على زومية كثيراً ليس كما تلاحق حتى 55 مليمتر هذه الحكاية يا خوتي هذا مشكلة فراثة لأن هذا الموضوع لم أجدته كنت سيبرك أن نشعل الكاميرا ونحكي لأنه على بل كثير من الناس يتلفت لهم هذه هي إذا نسيت كيف حافظه قولوا لي تحتاف التعليقات يجب أن تعرف ما رأيك حيب لو كما تعرف ما رأيك حيب أبدأ أصور بهذه 18-55 مليمتر وهي اللي ستفتح لك المجن وبعد ذلك تكرهها هذه 18-55 مليمتر بحوة زيت عليها شيء يضرهم ويجب العدسة لأيك حيب